مع المواطن العراقي سلام عليكم ورحمة الله وبركاته المفقودين أم المغيبين قصة جديدة في البرلمان العراقي عقب التصويت على موازنة 21 هذا الموضوع ثار الرأي العام العراقي وهناك من صعد على مستوى الخطاب وقال هناك 30 أكثر من 30 ألف راح يتم شمولهم على مستوى مؤسسة الشهداء وبالتالي قد يعبرون أسماء على مستوى التدقيق الأمني وهناك من تحدث عن مزايدات انتخابية ونحن نناقش هذا الموضوع بتفاصيله فعلاً عندنا مغيبين وعندنا مفقودين لربما من عام 2003 حتى هذه اللحظة لكن عدم عدالة القانون وتطبيق إجراءاته ما زال لحد الآن ذوي المفقودين يتأملون من الحكومات والمعنيين بلا مزايدات انتخابية شوفونا حق أبنائنا على مستوى أبنائهم الأيتام الآن اللي ينتظرون من الحكومات إجراءات حقيقية لكن الشعارات والخطاب السياسي المبطن هو الذي يقف دائماً أمام حقوق الفقراء والمساكين وخاصة ذوي الشهداء والجرحى والمفقودين والمغيبين راح نناقشها بالتفصيل وانمر على كل القضايا وخاصة ما يتعلق بصلاح الدين الأنبار الموصل وهناك من يقول بدأ الصفيح الساخن يغلي في هذه المحافظات طبعاً هم مبالغة هم يقولون قبل أن نذهب إلى هذا السيناريو أذكر ما جاء من مصدر البرنامج من معلومات معلوماتنا خطيرة اليوم وتتحدث عن قضية مأساوية جداً واحدة من الشخصيات العراقية المعروفة الوسط السياسي قدم من خلال كيان سياسي معارض لحكومة الكاظمي قدم لمنصب نائب رئيس الحجوة العمرة هيئة الحجوة العمرة الرجل خريج بحث الخارج حاصل على شاهدة الماجستير بالقانون صاخ سليم من الفساد ومن الاشتثاث الرجل قدم أوراقه حتى يكون طبعاً واحد من الشخصيات أنا احتراماً للرأي العام العراقي وإلى ما أذكر اسمه أمام الرأي العام العراقي هذا المنصب على مستوى أن يكون نائب رئيس هيئة الحجوة العمرة والله لو تدرون شنو اللي صار صار أكو فيتو خارجي قال مكتب رئيس الوزراء أن الفيتو الخارجي طبعاً الفيتو الخارجي من السعودية الفيتو الخارجي يحول دون تولي هذه الشخصية منصب نائب رئيس هيئة الحجوة العمرة وصلنا إلى هذه المرحلة الحكومة التنفيذية تسمع كلام الخارج وتمنع الشخصيات الوطنية أن تذهب إلى مناصب حقيقية وتمثل البلد هذه المصائب جاءت من المصدر أثارت انتباهنا أما ملفنا الليلة المفقودين أم المغيبين في الصبر لمانية جديدة نتابع تقريب المفقودين أم المغيبين قصة برلمانية جديدة انطلقت عقب التصويت على موازنة عام 2021 والتي أثارت الرأي العام العراقي عبر الجدل الذي يدور حول آلية توزيع الأسماء وما أثير من دخول أسماء وهمية أو أسماء لداعش الإرهابي غير الاتهامات التي وجهت لكبار المسؤولين الذين يستثمرون قصة المفقودين لمزايدات انتخابية بعدما تم أعلان إفلاسهم السياسي فما هي أعداد المفقودين وكم هم المغيبين وأي المدن العراقية وما هو مصيرهم ومتى نتخلص من الاتهامات التي تطلق عند أي قصة تتعلق بالمفقودين تأخذ الجانب الطائفي في تناول قصة صلاح الدين أو الأنبار أو الموصل ناهيك عن التصعيد الإعلامي حيال ملف المغيبين الذي أصبح شماعة تعود لها السياسيين على مستوى المزايدات الانتخابية الليلة على طاولة برنامج في دائرة الخطر ملف المغيبين والمفقودين وبعض المزايدات البرلمانية وتهديد البعض بدخول داعش الإرهابي ضمن قوائم التدقيق الأمني عدنا معكم مشاهدين كرام هذا الملف حساس وخطير الآن ومهم لربما قد يستفاد من عنده شريحة مهمة جداً من الشعب العراقي لكن إذا دخلنا بقضية الانتخابات وقضية التصعيد وحرمان عوائل المفقودين من استحقاقهم الحقيقي رح ندخل بمرحلة خطيرة جداً وخاصة بدت الآن أحزاب جديدة تتشكل بدت الصراعات مع الحرس القديم السياسيين وشاهدناها بعد صراع طبعاً حتى مع رئيس مجلس النواب يظهر إلى الشارع وخاصة في المناطق الغربية دعونا نناقش هذا الملف مع ضيوف الكرام معي في الستوديو الشيخ إبراهيم الدليمي الباحث في الشيء السياسي شرفتنا أيهاك الله الله يحفظك والترحيب موصول بالسيد طاه عبد الغني عضو مجلس المحافظة في الأنبار ما قلت سابق حتى لنقول إن شاء الله ترجعون بعد قرار المحكمة الاتحادية وإذا يسمحنا لسيد طاه نسأل الشيخ بالبداية شيخنا قضية ملف المغيبين كثير استثمروا ورقة سياسية ممكن إذا أردت أحسبها من أول انتخابات الفيون ستة إلى الآن ليج بسم الله الرحمن الرحيم شكرا لك دكتوره للقناة والمشاهدين وأيضا شكر وتحية موصول للأخ السيد طاه الله يحفظني هي حقيقة يعني للأسف الشديد أغلب السياسين ما ردعوا أعممها وقول الجميع أغلب السياسين دائما يستثمرون الثغرات أو مآسي الأيتام أو الثكالة أو مآسي الناس المحتاجة أو الناس المجروحة أو الناس المظلومة أو الناس المتعوبة حقيقة الأمر لأنه بالتالي ما يقدر أي سياسي يناطح الناس اللي خلينا نقول على مستوى فهو يروح على الناس المهمشة عن الناس البسيطة عن الناس الفقيرة عن الناس المسكينة للأسف الشديد يعني أحنا يعني أنا تدرعني بالمشهد السياسي وليس راحي بالمشهد السياسي أنا كالسياسة كنت من تميل لأحد الجهات بعدين صرتها يصالي أربع خمس سنين مستقل طيب يعني لاحظتها من الالفين وستة تقريبا من انتخابات الفين وخمسة بلشوا جماعتنا يعني نعرفهم مريد نذكر أسماءهم راحوا الجيل ذاك اللي كانوا يعني قسم منهم موظفين بالدولة العراقية والدولة العراقية ما قبل الاحتلال الفين وثلاثة دخلوا قسم منهم قادة مدراء سياسيين معارضين ولو أنا ما أمل بقضيتك وكان معارض سن عراقي أو معارض كذا أو كذا هاي ما أمن بيه لأنه أصبحت قضية تجارية هاي اللي يجي تاجر بيها أنا معارض وأني معارض يعني قبل عسنا ما لدخل بهذا الحديث استثمروا صراحة تدري جنابك الكريم صارت الموضوع موضوع الأمريكان ومقاومة الاحتلال الأمريكي وبالذات نشرف أحنا المناطق السنية كنا من أول أول المبادرين وهذا حق شرعي رباني قانوني دولي من أول المقاومين للاحتلال الأمريكي بل أجزم أول رصاصة أطلقت في صدر الأمريكان فهي طلقة للأسف أقول سنية عراقية أو من المناطق الغربية وأتلاها التحرير بعض السياسيين أو بعض المتصيدين بالماء العكر التي يعني يعني أنا من الناس يعني أستذقلها على نفسي أذكر أسماءهم حقيقة الأمم الصيد وهذا الصيد يعني حتى سلسل التاريخ باستاذ طهر ابن الدير أو يعرف عن الجايس ألف المشاهدين أتمنى أن يفتحبوهم من صارت المعوقين وإجا الأمريكي داسك بالسيارة وإجا الأمريكي قتلك وإجا قاموا شي يسوون يلعبون على الحبلين تعلموها هذا اللعب الإسرائيلي الأمريكي الغير نظيف ما رد أنتلق عليه شين طنيها هتنتقل أي تعلموا سياسة اللي هي الكيل بين مكيالين اليوم أنا قاعد أحكم مأساته وصيح مأساته لكن اللي ظلم دكتور قصي على سبيل المثال سين من الناس أنا بالخفاء أتعامل وياه بكل أريحية وبكل تأييد وأني خاضع على وهذا ما أقصده ببعض السياسين جميل هو هذا سؤالي اللي استهطته التصعيد التصعيد الإعلامي كثير كانوا يتحدثون مناطق أنا ما لدي أتحدث من مناطق شنية وغيرها اللي كانوا يتحدثون عن تهميشنا وإقصاننا على مستوى العملية السياسية هذا جد ساهم بدخول مناطقكم في دوامة الحرب ومن داعي من القاعدة إلى داعش نعم مدعية شكرا لك على هذه الاستضافة الله يحفظ للضيف الكريم ولكل مشاهديكم والأعزاء يعني شيخ ورهيم صديق عزيز صديق الله يحفظ الله يحفظ رحمة اليوم الله يحفظ طيب وعزيز يعني حقيقة الموضوع الشد الطائفي وهذا حقيقة التخندق الطائفي إنصح التعبير لإثبات الذات يعني عانينا من عندها فترة طويلة جزء كبير من أسباب دخول داعش واحتلال داعش إلى مناطقنا هو موضوع هذا النفس اللي حقيقة كان يطلقوه يعني من يمثلون مكون معين هم مشتركين بالعمل السياسية بالتالي عندما حاولوا يبررون فشلهم وعدم تقديم القدمة الأهلهم وناسهم وفقط استأثروا بمغانهم حاولوا أن يجرون المحافظاتنا إلى هذا التخندق الكبير اللي حقيقة عانينا من عنده جزء كبير من هذا الموضوع هو الفجوة حقيقة اللي خلوها ما بين المواطن وما بين الأجهزة الأمنية سواء الجيش أو الشرطة أو غيرها فهذا حقيقة استثمرتها قوى الشر المدعومة يعني إقليميا دوليا وبأدوات سياسية حقيقة الوجش السياسي للقوى الإرهابية ولمتمثل في من يمثل مكونات معينة ضمن المنظومة الحكومية حقيقة ساهم بهذا الموضوع لذلك دفعنا العراق كل دفع ثماني يعني إما محافظاتنا كانت إما محتلة من قبل داعش وإما أبناء أبناء المحافظات الأخرى يقاتلون لتحرير داعش وبتالي العراق كله نزف نزف يعني إذا تحدثت عن الأنبار بشكل خاص على اعتبار أنه عضو يعني مجلسها مجلس محافظة يعني لدينا معلومات كثيرة كثيرة في هذا في هذا الموضوع وإما أنه آلاف المغيبين آلاف المختطفين آلاف المفقودين الآن عوائلهم متعاني وبالتالي سيد الكريم إذا ما أردنا أن يستقر وضع البلد علينا أن نراعي موضوع العدالة الانتقالية بدون تطبيق العدالة الانتقالية شوف الوضع اللي مرت بالعراق مؤسوء مؤسوء ما مرت بدولة على مستوى العالم فهذاك دول حقيقة المرت بأسوء ما مرت بالعراق بالتالي عندما فعلوا موضوع العدالة الانتقالية العدالة الانتقالية ترتكز الاعتذار من الضحايا ثم التعوير فبالتالي لدينا مفقودين لدينا مغيبين لدينا مختطفين علينا إذا ما أردنا أن يستقر البلد لأنه حقيقة الأنبار جميل أنا رح أعود لك على الأنبار وريد من عندك تقول لي إش قد الأعداد إذا أعدكم فد يعني لمحة عن الأعداد المفقودين مغيبين وما دقة هذه المعلومات شيخ إبراهيم أردب قبضهاي بقصة المغيبين هذا العصف الطائفي من الحرس القديم الذي يمثل المكون السني دعنا نتحدث بها بالأرقام لذا ما أردت أقول لك أخاف تقول يحكي عن عدنان الدليمي لكن أنا أردت عن كل الشخصيات كانت استغلت قضية أنه التخدق الطائفي في سبيل مواجهة ما يسموه الحكم الشيع في العراق هذا جد غيبوا لتكم بهذه المناطق وراحوا بتحت عناوين مرة إرهاب مرة بقضايا طائفي شوف دكتور يمكن استاذ طاها عضو مجلس المحافظة عرف بعض لعنى تولي المهام عرف بعض الحيثيات الخفية كانت عليك وعلى غيرك أنا كنت أطب لنخيمة وأطب يزيم وأطب يحشيه وأبو الخمور ويلي صلي ويكل تدري أنا بها بعضين الشي اكتشفت والله أحد الأحزاب الإسلامية السنية أي؟ والله على ما أقول شيء زين كان على تخطيط مبرمج مئة بالمئة وكان ينفذ أهداف ومخططات وأوامر وتوجيهات خارجية لأجل خلق فتنة كبيرة في المكون السني والدليل لاحظوا المكون السني بعد ألفين وخمسة ألفين ودعش هالحجي؟ لا جاية بعد الألفين وخمسة وستة بدأت أمور طائفية يختلقوها بعض الجرافيم وبعض المتسوسين وبعض المحسوبين على أساس المقادة ببعض الأحزاب السنية أو بعض الوجاهات بالمكون السني اختلقوا أشياء إذا هس سيذكرها ما لدي عيد مأساة بعض العالم على ألفين وخمسة وستة وبالتالي اليوم أنا سويت فتصولة الذين الدكتور قصير اللي هو من البصرة ومن الإعمارة ومن الناصرية سيد طاه بالتالي مرة مرتين عشر عشرين كافي 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 طلعوا لي ضعفاء أنفس من ذيش المحافظات الثانية الاتجاه الثاني اللي أيضا عندهم قادة عندهم متوجهين من بعض الجهات المسلحة الخارجية اللي من مصلحتها وباتفاق أمريكي مع بعض الدول المجاورة للعراق وخليها راح يجي التاريخ يذكرها اتفقوا هذا الطرف يقتل من هذا هذا يقتل من هذا وإلا فجأة سبعين إلى خمسة وسبعين بالمئة وهي حصاء الدولية وصل للثمانية وسبعين بالمئة من الطيف السني هو خارج العراق أو مهجر من الالفين وستة سبعة مالية هس هم رجعتنا شيخ على المربع الأول لا جايت هو هذا الحوار اللي يرجعنا لا جايت احنا ما عدنا من الشيعة مفقودين ومغيبين لا جايت دكتور ليش شماعة المغيبين تعلق فقط على السنة والله لحيتك حلوة والت حلوة بسطيبة جايت سريعة حتى من الطرفين لأن الموجه الخارج واحد كتلوا ولدنا الشيعة حرقوهم على طريق الرطبة والطريق المئة وستين خطفوهم باللطيفية بالالفين وستة مال الصهاري جمع أنا كنت مخطوف وياي بنفس الخندق وبنفس الخطبة ناس من النجف ومن الحلة وناس مدرين ذبحوهم أنا عد سني ورحموني بعدين فهم قتلوا من الطيف الشيعي من الشباب ورملوا وأكو ناس قتلت من الطيف السني لكن أرجع وأقول لك العراقيين بريئين هذولا بعض ضعاف النفوس المحسوبين إذا سمحتني بثواني عالطرفين اللي توجيههم خارجي واللي إلمامهم خارجي واللي رواتبهم شارت من الخارج هم من يشتغلون لا لا والأطنيها والمنفذ سياسي والمنفذ سياسي عراقي سياسي بالعملية سياسية غير مفترم أنت هسا خوج قلت لي كلمانا سألبي سادة سادة خلصناها تهميش تهميش وأقصاء المكون السني أخويته مجالس محافظات عدكم رئيس مجلس النواء عدكم مشاركين بالعملية السياسية إذا كان هناك تهميش لماذا لم تعارض القوة السياسية السنية العملية بالكامل وخلص مثل ما عارضتوا على ما صوتوا على الدستور تمام خلي طبعا هذا كل يجرنا تحت المحرق اللي راح أولدنا به طبعا كلام خلي أرجع لك على نقطة مهمة شوف الحالة اللي مر بها العراق قلت هي ليست أسوأ حالة للعالم لكن أيضا هي حالة مأساوية العنف اللي صار يعني تذل صار أنفو عنف مضاد ما يؤسفني أن أتحدث بإسم المكونات ولن أذكر الأسماء بس أكو أكو شغلة سين وصاد عصابات سين تقتل أهل صاد بالمناطق الغربية لكن عصابات صاد تقتل سين بالمناطق في بغداد بقسمة قسمين الكرخ صعب يعني أشيد وأبارك موقف دولة الرئيس المالكي في وقته اللي حقيقة نضرب بإيد من حديد وقدر أنه يوقف نزيف الدم الطائفي هذه بحسوبة إلى هذه بحسوبة إلى تقول لي موضوع الموضوع التهميش بس أخوي هما قاعدتوا بالأنبار ألفين وداعش طلعتوا له جيش المالكي وجيش الصفا وجيش المدرمين هسأت خوش يعني هو الموضوع خوش إشاذة بالمالكي حقيقة شوف هسأني موجز وقف لك الطائفية بس بل فين وداعش كانت مدعومة لأولا التلاهرات هو هنا الموضوع شوف يعني هسأ الشيخ تحدث عنها على اعتبار هو كان موجود يومهم عنده تفاصيل أنا ما أستطيع أن أتحدث عن هذا الموضوع بكل تفاصيل لأنه يعني بعيد عن ذاك عضو مجلس محافظة لا قبلها أنا عضو مجلس محافظة 2013 بس دا أقول لك شغلة أحداث ألفين وداعش ملا أحداث ألفين وداعش مفتعلق دكتور حبيل قضي كان عندنا نائب رئيس وزراء وعندنا وزراء كل الحكومة موثلين بيها المكون السن والبرلمان رئاسة برلمان تقول لي تقول لي بهم مش هو التهميش وين يصير موظفينا يخبر رواتبهم سمعني أخوية موظفينا يخبر رواتبهم دوائرنا تشتغل بيزانيتنا للمحافظات دا تشتغل لذلك مرحلة الإعمار الذهبية مرت بها الأنبار من 2012 وفوق سمعني أخوية فبالتالي موضوع تقول لي تهميش وإقصاء وهذا التفاصيل هذا الموجود هذا الأمر ما موجود إلا بفكر سياسي أريد أن ينفذ أجندات الغاية معنى أنت إرباك المشهد الأمني بالبلد وبالتالي إرباك الدولة بالفضل خلاقها خوش اعتراف نقطة رأس الصف والله خوش اعتراف هل سهاب قناعتي لا خوش اعتراف هذا بمعنى أنه الذين كانوا يقودون العملية السياسية ويتحدثون بالتهميش والإقصاء ويعارضون يسموها الحكم شيعي لرأس الوزراء هم كانوا جزء من مؤامرة على مناطقكم نائب رئيس وزراء سني رئيس مجلس النواب سني هسا الموضوع مثل ما هو الآن مثل ما هو الآن مثل ما هو الآن فبالتالي بالتالي الموضوع كان تنافس سياسي جرى وشارع إلى ناس نم تدري يعني أحنا عموما لا كانت المطالب البداية حقيقية يعني ناس طالبوا بعوائلهم وهاي بعدين انحرفت بسبب بعض السخصية هسا أنا مدحتي عن موضوع مدحتي عن مطالب مشروع أو غير مشروع مو هذا موضوعي أنا موضوع الغاية من هذا الموضوع ليش هي المطالب ما كان موثلين بالحكومة وبالبرلمان قادرين أن يوصلوها وصوتهم رح يكون أعلى وصوتهم رح يكون مؤثر ما إحنا ما عندنا رئيس وزراء إحنا عندنا رئيس مجلس وزراء بالتالي رئيس الوزراء صوته صوت أي وزير موجود بالتالي القرار اللي ما أرد أمشي خو بوزراء السنة مو ويقنعون شو ما يزير مع همومين مشروع هذا الموضوع زيني ما هاي زينة بالألفين وداعش السيد المخرج يقول هاي المال المالك اللي صارت لا أنا خو تحدثت عن الـ 18 مليار مال في حكومة الكاظم اللي راحت للأردن هاي واضحة وداك لألفين وداعش وهاي مهمة جدا قل لك جزء من عمليات اللي يدعون التهميش والأقصاء اللي كانوا يدعون بالمكون السني وما شانوا جزء من عملية ما حرقت أبنائنا وليش كانوا صمت كصمت القبور ما طالبوا الحكومة طالب رئيس مجلس برلمان بذاك الوقت بأسماهم بأسماء ناس المفقودين والرايحين والله دكتور قصر بيحاصرها صراعي اي راح أجرني المساحة ماردة أطبلها الغميج يفيد في هالوقت لأن لازم تصالح الناس نينقسب منهم أخساء بصراحة باعوا أهلهم وناس باعوا أهلهم من جو لجو وبعضهم الضاربوا توية باجتماعات سرية وللعلم السيد النائب استاذ طاء عضو مجلس محافظم عضو مجلس نائب عن محافظة كمجلس صح ذكر السيد المالكي خلي ذكر السيد المالكي الاجتماع اللي هو حضاره حضاره السيد الجعفري حضاره عبد الكريم السام الرائي وحضاره حيدر الملة وحضاره عن الجانب السني دكتور صالح المطلق وسلمان الجميلي كان اجتماع من 13 واحد من صارة المظاهرات 2011 لا الاعتصامات الاعتصامات هي جرت من الـ 2011 واضح واضح مهمشين ومفقودين وشحن طائفي من بعض السياسين اللي أخذوا مناصبه بهاي السنوات وهم لصوص وحرابية والله كانوا يتحسرون على قرصة الخبر حاضره صار باجتماع هذا الاجتماع ايه الى ان صارت المظاهرات وللأسف للأسف اكو عالم هسه صاروا قادة وصاروا السياسين وقعدوا يا السيد المالكي وقعدوا يا السادة أبو حسن ويا الحاج ويا غيره هم سبب الفتلة وخلوا ذكر السياسين اتذكروا الجسر الياباني الصعدة وفوقها اللي قالوا جئناك يا بغداد من هو اللي اهتموا السيد المالكي مع جل احترامي إليه من اهتموا بالجنون واتهبوا افلان من الناس من قالوا علي هذا طائفي واللي قالوا هذا إيراني واللي كذا الآن قسم منهم قادة قتل ورؤساء أحزاب وقسم منهم مرجع للسنة خلوهم القادة مع للطيف سين وصاد خلوهم مرجع ولو يرجعون على الاجتماع اللي صار حسنا صار بالاجتماع الاجتماع صار بي صار بي شغال ولي صار بي شوف للتاريخ للتاريخ موضوع المنصات وما أنا منصات ما راح تقول لي صار بالاجتماع راح تلتف ما تقول لي صار بالاجتماع أنا راح أقول لك صار بالاجتماع لا لا تقول لي أنا حاضر أنا شيخ أدربي يضرب أنا حاضر بس خليني روح لستاته ورجع لي وقلك يا مؤريدي وقت هاي مو مالتوار لا لا تحكي ليها سار بقوا كلمة كلمة ورجع لك السيد المالكي امانة الله امام الله حل الموضوع هو ودكتور صالح المطلق بشكل مئة بالمئة اللي خرب وخرب الاجتماع والجلسة بيها كانت يوم اربعاء طولت وحنا قاعدين طولت حوالي الاثنتين وربع بالليل وقالي ماذا اقول بعض دا اقول السيد المالك والجحفر وعبد الكريم السامر منو خربه خربه عبد الكريم السامر راي عبد الكريم السامر راي اللي كان وزير التعليم العالي والتكنولوجيا ماذي الشهر اذكر وهو وراء طردت صالح المطلق من الانبار لا مو هذا هذا بحث ثاني بس ارجع لك ارجع لك للعلم ها تفضل لا لا وقت وقت ساتطاه عيني الوقت الجنابك خلنا نسأل على هالقيتلي قتلي عندي معلومة عليها تفضل خلنا قولك شغلها طبعا نبش الرماد مرح في النفسي لا احنا احنا انا شنو قصدي لا بس اردرس لك النقطة اسف اسف المداخل هاي وراح احطك الوقت كله ليش البرلمان قال من 2014 ل 2017 انا جاي اقول عندنا مفقودين بالمناطق السنية من 2006 الى الان وعدنا في جنوب وهاكذا ليش دول اناسيهم ونحكي عن دني براح اقول لك شغلة حتى لا يسأل الفهم ولا نكون احنا يعني الميل على جهة ضد اخرى بكل امانة وبكل بصداقية ويعني هو بكل دقة اقول لك يا ها او كما طالب كانت الساحة الاعتصام بلا 2012 اسمعني قعدوا ويا اللجنة اللي كان يرئيسها دكتور سعدون بليمي وباليان دكتور صاحي المطلق وهذا الوفد التفاوضي كانوا على لسانهم قالوا اريد كوب مي قال لهم ننطيكم ثلاثة كوب مي كوب مي كفي كوب اسمعني قال لهم نحتاج قلم قال لهم ننطيكم اربع قلام هاي حكومة بغداد حكومة بغداد طيب قال لهم اريد سين قال لهم تاخذون سين وصاد وعين كل الموضوع كان بها الشكل بس اكو كان اصرار وكان دفع للوفد المفاوض انه لازم تطلعون زعلانين ولازم متوفقون على اي شي هذا الكلام من احد الاشخاص اللي موجودين بوفد التفاوض الآن قال لشي موجود القصد يعني فالموضوع كان اصرار تقول لي الموضوع كان بس من من الصفحة سين من اللي كسر سجن ابو غريب ومن اللي طلع طلع عتات المجرمين وقيادات القاعدة وغيرهم والحقهم بالانظار حتى تدمر فعلا ما اللي حادثة بوغريب وابو غريب والتاجي الموضوع ايني دكتور الموضوع موضوع موضوع كبير اكبر من الناس العوان اللي واكفين يطالبون بحقوق مشروعة الموضوع كان موضوع سياسي باصابع عراقية لكن الموضوع اجندات دولية واقليمية ارادت تدمير البلد من خلال الازمة اللي صارت خلي خلي نرجع على الازمة اليوم احنا بالانظار عزيزي انت بالانظار قدنا 3600 مغيب مغيب تعرف شنه يعني حتيف المشاهد مغيب يعني يعني هذا طلع من المناطق الساخنة بعدين سلم نفسها للسيطرات اللي تابعة للدولة اين كان صفتها او مدعومة من الدولة وبالتالي عوائل طلعت فصلوا العوائل النساء عن الرجال والشباب اخذوا الرجال والشباب لحد الان غيبوهم ما نعرف وين مصيرهم والنساء هدوهم هذا موضوع بحدود 3700 هيا سنة هذه من تحديدا 2016 2016 3600 شاب زل من نفسه الى الصيدرات العراقية بطلابط احنا الاحصائية اللي عندنا هذا ما ماكو فيه سجلات الحكومة ولا اهلهم لا موت انت بالأمر عضو مجل المحافظة هذول الستة الاف ماكو لهم اي شيء 3600 3600 ماكو اي شيء اي شيء لهم بيسجون الحكومة ابدا ابدا لحد الان ما نعرف احد من عندهم تم الافراج عن خمسين او خمسة وخمسين واحد وانطو معلومات تشكلت لجنة خلي يفهم المشاهد تشكلت لجنة بالعياسة سيد مصطفى عرسان نائب المحافظة وانا شخصيا ممثل عن مجلس المحافظة معه ممثلين عن كل الاجهزة الامنية اللي جنة عالية المستوى وتم تحديد الجهة اللي قامت باختطافهم او باخطائهم او بتغييبهم منو؟ ثلاث جهات ما راح اقدر لا قل لا لا الاعتبارات مونتقلت مونتقلت هاست معروف اوكي جه اخطيك مداخلة اخطيك مداخلة اوالله ما ما اخليك اتجاوب قلت سلموا نفسهم إلى سيطرات لا سيطرات شنو حكوميها شنو مسلح اي طي ما جاء ال3600 ذول المختطفين او المغيبين عندنا من سيطرتي سموها المعروفة سيطرتي رزازة ومن المناطق اللي اتحضرت الصقلاوية والفلوجة تمام تحديدا اللي طلعوا من الفلوجة والصقلاوية اتشكلت لجنة بالعئاسة نائب المحافظة وعضويته انا شخصيا وعضوية الاجهزة الامنية من بغداد والانبار ايش قلوا تم تم يعني تحديد الجهات اللي قامت ب يعني اختطافهم ثلاث جهات تم رفع التقرير مال هذه اللجنة والتوصيات مالته الى مجلس الوزراء العراقي في عهد دولة الرئيس العبادي طيب تم مصادقة هذا التقرير والتوصيات مالته ايضا وقع او صادق عليه معالي المستشار فالح الفياض رئيس هيئة الحجر الشعبي ومستشار الامن الوطني في حينها وتم احالة هذا الملف كله الى القضاء العراقي الان المفروض الاهالي يقيمون دعاوة بالقضاء حتى يتعون هذا الموضوع هذا فيما يخص بحدود سبعمائة شخص من اهالي السقلاوية والفلوجة في الجهات خارج اطار الدولة لا هي يفترض تحت غطاء الدولة هسا هسا فهمناك من يتقصد تم تحديدهم بالاسماء عندنا عندنا هذول 3600 هذول اللي سلمنا في اسم قتلك لرزازة واللي طلعوا من الفلوجة عندنا بحدود 4000 مختطف من قبل عصابة داعش المجرمة بالمنطقة الغربية تحديدا بالمنطقة الغربية تحديدا هذول اللي على أساس ما أدرشهم آني مثلا ضمن المفقودين أو المغيبين أو غيرها عزين عندنا مو يجوز يطلع لك واحد سؤال يقل لك 3600 جوز جزء كبير من عندهم قتلهم داعش شبههم قتلهم ودفنهم داعش وانتم تتهمون بهم جهات لا 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 هذول اللي واحد يجيبون لك هنا هنا تدري راح يصير الجدل بيزنطي عموما يعني 4000 خلي ثبتها 4000 اللي أخذوهم داعش أكثر من 4000 أكثر من 4000 و 3600 اللي يسلمون نفسهم إلى جهات وبعديا إلى الآن مختطفين عدا عدا اللي قتالهم داعش داخل المناطق مثل مجزرة البونمير مجزرة البوفهد مجازر كبيرة ارتكابها طبعا هاي المجازر المفروض يدونون ذلك أستاذ عندك تعليق شيخ وشوفك تتقلب بالحلقة تتقرضم على هالموضوع ليش لا مو شوف يعني نفس اللي يتفضل بي أستاذ طه نفس هذا الحزب اللي قصدته الحزب السني الإسلامي نفس اللي خربط بالالفين وخمسة وستة وسبعة والسياسيين مالتا الصدفة اللي صاره وزراء وغيرها نفسه هو اللي خرب صاحة الاعتصامات ونفسه هو الاجتماع اللي ما خلتني أكمل خلص تنتين إلى ربع بالليل نفسه طلع أربعة واربعين شابوا شخصية دينية على ما يسمى من جامع الشواب باليرموك ووصلهم الصبح الساعات الاعتصام ولمن نزح سيفة وقال جئناك يا بغداد وخربوا المفاوضات اللي هي كانت تسع مطالب وصلت دعش وصلت عمقوها تلات عشر وبعدين وصلت أربعة عشر الرقم الأربعة عشر اللي خربه ثق بالله العظيم السيد المالكي من قاله والسنيات المدظومات ومدجونات الطبيعين حفو خاص قالوا لازم الأب كفيل الأخ الزوج قال إذا ما كفيل أنا أكفلهم بس طلعوهم لجل عين أهنى الغربية ترى أنا على خلافه يا السيد المالكي بالمناسبة بس نحلت الله على ما يحكي الحق ومن أظلمه ممن يكتب شهادة إن الله هاي كلن سواهن سواهن المالكي لا هذني كلن سواهن سواهن المالكي وبعديا وليه شنو المؤامرة هاي المؤامرة من نفس هذا الحزب اللي هسه تهمش واللي هسه فريخات الدجاج بالتوالط شروا كل واحد راح ويا ويا حزب وكل ويا أغلبية من عدوم راحوا هسه ويا شخصية سياسية سنية مزعم أحد الرئاسات الثلاثة بحزبه أستقلت الحزب الإسلامي ويوجد أحد من يعرف قيادات الحزب الإسلامي أخوة قولي وحفظ لي مكة هي بتار لا خليني بالسيطرات قل لك شو بستاذ بلا أمو هاي بس اسمعني هاي خطيرة جدا يعني إذا أربعة آلاف قتلهم داعش لا أكثر أكثر من خمس آلاف مواطن عراق إبارية قتل داعش إذن الشباب اللي ما بايعوا بس لحظة هذول الأربعة آلاف اللي خطفهم بالسجون مالتك اللي قتلهم ما بحاجة عنهم أنا بحاجة عن أربعة آلاف أربعة آلاف شوف العدد العفو تفضل تفضل الأربعة آلاف هذولي خطفهم خطف يعني اعتقلوهم اعتقال وكانوا تمسجون يعني عموما عمليات الخطف وراء تغييبهم داعش أكثر من أربعة آلاف وقال لك ثلاثة آلاف وستمائة اللي سلموا نفسهم والسؤال أكرر نفسه من يقول أن ذول الثلاثة آلاف فعلاً سلموا نفسهم ما كان مصيرهم أيضاً تحت رهن داعش الأرهابي هو اللي يغيبهم أنا بس يعني ويا أخويا ويا أخويا وابن عمي أستاذ طه يتذكر اللجنة اللي أسسها السيد العبادي اللي كان هسا أعضاء من السمحافظة قسم منهم أعضاء من السنواب هسا اللي الله ينعم عليك والتقرير أنا لا أدري هذا الموضوع كان جبته من البيت اللي كتبه والتقرير هم أعضاء من السمحافظة والآن أعضاء من السنواب وقسم منهم صاروا وزراء اللي كتبه والتقرير قالوا لحد الآن لم نلمس على أرض الواقع أحد مختطف من هذا العدد اللي راح أطيك هي بأي شنهار نعم موجاي قل لك اللجنة وعلى مستويات حبيبي أخذ مني الحشد اتواني اللجنة وذبوها أنا قل لك ذبوها براس الحشد خلحكي حبيبي دع أسمع مني دع خلحكي كياها يحكي عن تقرير خاص ماذا يحكي عن اللجنة المشكلة اللجنة المشكلة لو طلع بيها يحيى المحمدي اللي هسا تعطيك اسم اللي هسا نائل لجنة القانونية نعم طلعوا قالوا والتقارير عدي يعني خوابا بعيد عن المشهد قالوا لحد الآن لم نلمس أو نتأكد مئة بالمئة إنه أكو ناس لما طلعوا اللجنة ما للقرمة ما للبشبل أسمو ما إذا يعني أطيئ اسمها وما للقرمة وما للصقلاوية متذكرة قال لم نلم أو أكثر من سبعمائة وسبحة يعني بس أقف نطيني مجال خلطك يا مختصرة التهمة والصقلاوية سبعمائة وسبعين واحد طالعين عن الرزازة طالعين عن الرزازة وبالرزازة كان فصيلين مسلحة هناك محروفات أنا خافة سولفين يقولوا لتهمت نشيخ بس كل العالم تعرف الرزازة رابعنا السياسيين اللي ضموا روسهم هسه وصاروا وياهم وبركة واحد هم اللي هيجوا وقالوا فلان حزب ما أخذهم وفلان جهة أخذتهم اللي هسه صاروا أعضاء من سنواب وقول عيب أنت تقول آلي نائب أمثل محافظة إت من الناس داعيت بالمغيبين وممختطفين زين اسألك بالله وين جمعت الالفين وستة وسبعة وثمانية وتسعة وحشرة إلى هسه قلت ليش وافقت بس الارباطعش إلى الوثمانتعش خلاله ليش وافقت زين أنت مو بلسانكم دكتور أنا قلت لكم شو الموضوع ما قلت له لو قايني لأجيب بثاقي بخط أديهم وبطبعهم وبتواقيهم اعترفوا بين ستة عشر إلى ثمانتعش ألف ويتذكر تطعا بين مغيب وبين مختطف وقسم منهم قاله واحد نحصائية أكثر من ثمانتالاف واربعمية من السقلاوية ومن الرمادي ومن زنقورة وغيرا الانسحباء أخذوهم فلان جهة سياسية حزبية سجنتهم والسجون السرية بين العواسات وبين جرفر نصر أو بدرفر الصخر يوين هم ده أقول لك سياسيين الكذابين البعض منهم مو كلهم يعني أفهم جاء ومعاقوا باللطيفية والعبادي تحقق قوية قالوا لنا تحداك طب وفعلا راح وما قدر يطب إذن أكون سيطرة هناك على الأرض وأكون سجون سرية بس ماكو زلم حقيقية عدها حصانة تيجي تقول لها تعال ولدي يمك يخافون وقسم منهم أجبا من الجبان ليش يخاف حد دولار والدفاتر عندها تيجي ويخاف حد جكسار السودة والحماية مالته وعايف هاي النسوان ده تمتشي على زلمها والأمهات تمتشي على زلمها والأطفال تمتشي على باته وإذا طلع لك واحد وقال لك دولة داعش ويطبهم مرض إذا داعش أنا أقول لها والله ودينا أنا أقتلهم أنا أعدمهم وأكو قانون يعدمهم لكن البريء اللي طالع لا حوله ولا قوة وتعال تعال سيد دكتور تذكر بالطائفية الصفحتي جهة سين تقول لها الترافضي اذبحها الجهة صاد تقول لها شنوك شهر رافضي وناصبي هذا يقول لها الترافضي اذبح هذا يقول لها ناصبي نفسها السر دي حاولون ومرتد وغيرها نعلة الله عليهم شرية والمرتد هم تمو مرتد اللي ما ينتموا هم مرتد ها وذا مثلا أنا وانت مرحنا انت مرتد ويا سين ويا صاد ما عيب نفسهم ذول السياسين دي يسوه ما زالت المتاجرة بذوي المفقودين والمختطفين ما زالت قائمة حتى هذه اللحظة كل سنة اذكرها وسجلها علي كل سنة اعضاء مجلس النواب السنة الجماعة شي طلعون الجماعة جيب للحشد وقطع على مد علامات انتخابية باوحدة اقول لك يا هل احتي لكيها طاقب على مد انتخابات هذا الفصيل عشرين ألف شونا نسوي خمسين ألف حتى كلهم ينتخبوني هم وحوالم كل واحد خمس نفرات صاروا مئتين وقفصين وجماعتكم وجماعتنا بعض أضبطين بهاي العمل يتسوه تذكر الموازنة السابقة ايه شوف هاي ما احد من تبق له رحطيك يا هاي ايش قد تعاركه بالبرلمان على رواتب الصحوات ونشر الصحوات وفلان ابو لحية يعني ابو لحية واحد من الشباب اللي سوى لحية تعارك وضاربوا يا عضو مجلس الواب داخل القاعة موضارب هو وواحد جبوري نائب جبوري من هالأطراف بغداد وواحد كربولي الضارب هو ذاك هسأل لقول اسمه باتشرا قبيعات منه على شنو الضاربوا على موضوع هذا يقول له الصحوات اللي ذاك يقول له احنا الاسنان والصحوات وتالي ضمنوها بالقانون لكن اسألك بالله وتقلولي وتقلولي الحكم شي اسمعلي لا لا وتقلولي لا كل اللي يجون يقول لك القرار بيدي الشيعة بيناكم دا يتحاصصون على الفلوس وعلى المغالم بس أكمل لك هاي خلطي وقت ثانيك وين الشهر تتعاركون وتتبالكون وضبنا والصحوات تمام مش رو الصحوات أطلوا فلوس الصحوات أطلوا رواتب الصحوات ليش الحجد الشعبي باوع عبن وراء الزلم وراء يوم تروح الوزن المالية تقول له وقع انشر جماعة تبس بالعلامية تعارك هو طلع القرار اتحدى شارب بهم راح المزيد المالية قال له 64 ألف لطيك هاي استفاد بيها 64 ألف واحد نشرناهم والمالية خصصت لهم 2 تريليون وكسور رواتب وين تريليونات وين النشر مباقة للفلوس وما نمشرو هذا الفرق لعد بالمصالح الوطنية مو أخذوا كومة بصحوات من وصحوات مو أخذوا كومة بالفلوس ما قوهن وأنا مسؤول ونتخلينه ما قوهن لا تخلين أطلع لك المغ استرطاها خلي أبقى بقضية العسف الانتخابي والمزايدات بس أروح إلى حتى ذول اللي الحرس القديم وغيرها اللي تحدثوا عن التهميش وتأجروا كثيرا بعوائل الشهداء خاصة في المناطق السنية الآن أكو تفكيك كل هذه الأحزاب يعني أكو أحزاب ناشئة ما عادت المشروع العربي ما عادت القائمة العراقية ما عادت بعض التحالفات السامولياء العراقية التحالف القوى العراقية ما عاد أن ذنى موجودات خوية ليش ستطاه دكتور حبيبي هي حالة صحية لو شنو بس انطيني يتفضل برحة بس شوية على رحة حتى يعني مشاهدنا يعرف الحقيقة قطعا لن ندافع ولن نتشدد لأي داعشي سوى أن كان مقاتل أو مجرد يحمل فكر أو ساند داعش هاي نقطة راس السطر تعرف ليش لأن داعش هما دمروا مدينتي وأهلي وناسي وهجروني ودفروني وهم حرسين على ذبحي قبل يحرصون على ذبح ابن كربل المقدسة أو ابن البطرة فحاة أو نجف الأشرف أو غيرها فهذا الموضوع فكر أسود فنحن راتضين لفكر داعشي جملة وتفصيلا هذولا اللي الآن مدينة 3600 اللي أخذوهم من السيطرات أو أخذوهم أثناء التحرير المدن أو غيرها قطعا هستخلي يعرضون للقضاء وذا يثبت على كلهم إجرام أو انتماء لداعش ويعدمون أنا أول من يوقع وأول من يصفق للقضاء لأنه أنا الموضوع يصير موضوع قانوني قال ضمن القانون ليش حتى أهله يطبع النون عليه وأهله يعرفون وين صار حتى يأيض يبدل حياتهم اللي صار عزيزي دكتور صار أنه غبل بالموضوع أنه أولا غيب أهلا ما يعرفون وين الآن تعرف المشكلة وين المشكلة عائلة أخذوا معتها سبعة عائلة أخذوا معتها تسعة يعني فقط النسوان ولا مورد ولا يمن ولو تعرف أن العائلة العراقية صح كسبها غالبيتهم مو فبالتالي عوائل عندنا سبعة وثمانية وتسعة ما موجودين الآن أنا أقول أنه أحنا قلنا العدالة الانتقالية الاعتذار الاعتراف الاعتذار بالتالي التعويض على الأقل هذول العوائل هسلوا على الأقل ينطوهم راتب حماية اجتماعية عمي في سبيل أنه يقدرون يمضون يومهم قوت يومهم هم ما عندنا مشكلة على الأقل تخفيف عنهم إلى أن يطلع مطيرهم فإحنا بس حتى لا يفهم أنه نحنا ندافع عن داعش أو فكر داعش لا الموضوع مو بجر نحن نحكي نحن نحكي على سيادة قانون نحن نحكي على أنه هذول اللي طلعوا وموجودين مخفيين غير هذول يفترضون تحولون القضاء بالتالي أخويا أكثر من قاتل داعش ومع العراقين بالتالي كل من سبب أهالي الأنبار رفعوا الكارت الأحمر بيوجه كل القيادات السياسية اللي ساهمت في ضياء مدنهم والآن تفكر بأحزاب جديدة يعني الموضوع أيضا مو به الشكل مع جل اعتباري لتفكير حضرتك لتفكير المشاهد أو غيره لا لا أنا مذكر أنا تحسون نحن مشكلتنا نحن دائما العراقين متطرفين حتى بالدم والمدح فبالتالي كل الأحزاب سيئة كل الأحزاب زينة الموضوع مو به الشكل الموضوع أخي العزيز الموضوع موضوع نسبي هناك من القيادات اللي عصروا أهله مواكبوا أهله مدافعوا عنهم وموجودين الآن تقولي المزاج العراقي يتغير باللحظة أقولك نعم يتغير باللحظة تقولي خوب ما كانت عدنا انتخابات 2018 ما كانت عدنا 2018 المزاج المزاج الناخب وين اتجاه في أغلب اتجاه لمن مع جل اعتبار 18% نتائج الانتخابات يعني بس بس اللي عندهم جمهور المال السياسي والسلطة والنفوذ ما لعب دورة لعب دورة بمحافظات أصلا فلان فائز أغلب موازينة لأنهم ممع فقصد المال السياسي يلعب دور مهم النفوذ والسلطة يلعب دور مهم موضوع الحديد والنار الآن من يمتلك السلطة والنفوذ الأمن الشرطة وغيرها غيرها أيضا إلى وضع بس الحلبوس يقلب عليكم الطاولة بالأنبار يعني هساني مدع تحديد هساني دعا أحتي بشكل الأنبار الحلبوس يقلب عليكم الطاولة الآن إذا تريد تسرج أنه محمد الحلبوسي بسبب بعض الإعمار اللي قدمه طبعا هذه الحقيقة نأخذها من عندك الآن غالبية الرأي الجمعي للأنبار هو مع الحلبوسي يعني شوف أهل الأنبار مين سنطيب أهل الأنبار مين سنطيب أنا أتشرف أنه إذا أكون حملة إعمار صرف للأنبار فأنا جزء من عندها لأنني أحضر مجلس محافظة وبالتالي أنا من انتخبت السيد الحلبوسي محافظة للأنبار وبالتالي أي نجاح للحلبوسي ضمنا هو نجاحي أنا لأنني مجلس محافظة اللي يجبت أقصر صحيح مجلس محافظة أنا اللي يجبت وبالتالي أي نجاح يحسب إلي تقول لي إلى أي مدى يبقى المزاج الناخب بالتوجه سين أو التوجه صاد أقول لك هذا ما ستفرز الأيام قبل الانتخابات بأيام لأنهم صدقني الأنبار الجمهور جمع عمادتهم انت خبسين او انت خبسات اما غيرهم جميل انا راح ارجع لك على علنية توجه الاقلمة في الانبار كثير ما يطرح الان قليمها يثبت ليها عندك ارجع لك شفت الصورة والمحافظة الانبار كاتبين علي والانبار هاي وهم خليها لو شلو ظهرت لا والله الرطاء خطية ها ورطوا بها ورطوا وحركة انهم بها قصد فيها انتصرت بي خاف خاف سياسيا انا يردون يسقوه لانتصرت بي قلت له وزيدون صرت واني الانبار قال والله ورطوني وقبل خمس دقائق قلت له محمي شلو الصورة فلا اعلم بيهم ولا ادري بيهم لعدون اعلق صورة بالانبار هاي الناس اي من اعلق صورة نفس الحزب اللي قتبيه الان هو لا 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 دكتور يعني مو مو سيد الحلبوسي وراء القضية لا 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 ما لا دخل اي للامانة اي للامانة اي صح صح شوف اني يعني تدري انا علاقتي بالسيد الحلبوسي جدا يدري استرطاها جدا قوية وجدا طيبة بس اهلي هسا مختلفويا بس ما ليوصل هيك مرحلة مستحيل يعني هو اكبر من هاي الحركات الصبيانية جميل بس بس هو يتصدر المشهد الان بالانبار وقلب الطاول على كل لا ما قلب غالب اه لا لا ما قلب الطاول سيد الحلبوسي ترى ما قلب الطال ولا تسمع الاعلام يعني تقدم ما رح يسوي شي لا رح يسوي شي بس مو بالهالة اللي انتو مو احنا هم يقولون غلالة احنا اقول الاعلام اول عالم مطيها نعم دخل بكل مفاصل الدولة انا اعترف لك بيها اخذ مئة آلاف المناصب هاي اعترف لك بيها اخذ آلاف المكاسب اعترف لك جهود الرجال ذا يبدل جهود دا يشتغل ذا يركض اللي يلبي الدهارة زيلا فاكيد يخطف ثمار هاي هاي الجهود بس بس اهم عمر عمر اشتغل احسن من ذولة خلصوها تانيش واقساء واكتل وذبح شوف وتالي طابوقة ما دقوا لا انا اقول لك عمر واحد يحكيها الله والله عمر ايه واحد يحكيه صدق اشتغل والله اشتغل سوه والله سوه بس اكو ناس من ورا ظهره لعبة لعب وللأسف شكل ما اوصل لرسالة يسمعها يسمع الطرف المقابل ما ياخذه الحاشي الحاشي اي قسم من الحاشي بالانبار لو بالبغداد ويا لا يعني النواب ويا قصدي له بالانبار ها النواب صاروا بعد بعد لا تخلي نحكي واما تدخلني مشكلة ايه النواب صار طقوا والحاشي المو نواب المو نواب اللي تليف والاتهم مثلا صفر سبعة ثمانية كلها القد وبالاخير صفر هو ايسا دا يفتم انا اقصد كل ساعة مخابرين على فلان كذا ايه تدساو دا عايزين يا زين الشركة زين لا 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 اقول يعني اقصد لكم ويحرفوا مرقامهم كلش مميزة تارا دا يشتغلون هواي من وراك اعضاء مجلس مجلس نواب دا يشتغلون هواي من وراك اكو شغل مو صحيح راح اطي نصيحة الجزء محد اكو انا مثلا مو صريحة بتملقة اكثر من اللازم انا راح اكون جارح ويا لانا احبه صدق احباري والله العظيم استاذ محمد هو يقول لك ابو راكان بستة ابو يوسف باع وداعت يوسف وداعت ويلادي تارا هواي دا يرميدو لك ما يحبوك دا يشتغلون من جوة لجوة المصالحهم ويجي يومك عدويك ويقول لك طلع ورقة وقلمت وكوناس قبل حوالي ستة شهور خمسة شهور اجيت عينتهم بدرجات خاصة كانوا حفظاي وببساطة من نولاك العالم وين عينهم درجات خاصة وين عينهم درجات خاصة هل ستتقول رئيس مجلس نواب عين لهم رجال روح اسأل عليهم الصارو بس من جوة لي جوة ترى مو كل من يحكي من ضمنهم يعني عين درجات خاصة يعني محب لك وده اجر حك حتى تنتبه لانت خوز لمو اشتغلت للعالم وبذلك القرعان اللي يزرعه وشعره خير فترة بقى بس تقول لساميهما طيني اول شي منهم ما نقول دولة دولة جوة من الشارع صاروا بدرجات خاصة لها كل واي عالم عميك واحد عمره 24 ساعة صار مدير عام مالية وإدارية وين خبرته 24 25 سنة باحدى الوزارات مدير عام صار مدير عام جاب الحلبوسي ها؟ جاب الحلبوسي لا مول حلبوسي عميك هسا تموت قول درجات خاصة جاب الحلبوسي مو شاهدين مخرجنا عيدنا لا لا مو يعيد العراق كلها محاصصة دزليها على واتساب حتى عيدل هي لا سويها مخرجنا خلي لحكم هاي خلي سأل أستاذ طاهي لا لا خلي أرجع لأستاذ طاهي استاذ طاهي فالآن راح تطلع عندنا تطلع عندنا خلني نقول مثل ما صار انتاج للأنبار هسا واحد يأكو أخطاء أكو تفاصيل بس محمد الحلبوسي يسوي انتاج على مستوى الانبار انتاج اشتغل الانبار هل راح نطلع زل من الانبار تتحدث عن فعلا قضايا أهلكم لو هم نخلص انشعارات شوف حتى المرحلة القادمة طبعا نقصد تمام يعني بس حتى أوضح صورة تفضل يعني الشيخ تحدث عن وجهة نظرا اللي أنا أعتز به وإلى وجهة نظر محترمة قطعا أنا أتشارف أنه أنا الفريق اللي أتى بالحلبوسي محافظة الانبار وأي نجاح للحلبوسي يحسب إلي وأي اخفاق لا سامح الله فيحسب عليه وبالتالي أنا أفتخر بنجاحات الإعمار شوف الحلبوسي استلم المحافظة في 2017 وكانت عبارة عن كوم رمات وركام نتجة عملات الإرهابية والصحيليات العسكرية اللي حضرت المحافظة من الإرهاب وبالتالي عمرت الآن المحافظة الانبار أفتخر أنه هي الآن قبلة للإعمار والناس يحسدون عليها هذه محسوبة للسيد الحلبوسي بالتالي أيضاً اللي يتحدث به مثلاً الشيخ أنا مو دفاعاً عن الحلبوسي الحلبوسي الآن شاب رئيس مجلس نواب ما يشغله من مهام كبرى للبلد يمكن أكبر من موضوع تفصيلات صغيرة إفلانه علانه بالتالي أنا متأكد هو طبعاً متابع جيد للإعلام بالتالي يمكن راح يسمعك وأتمنى عليكم كل اللي يقدر أنه ينصحها ينصحها إذا أفضل طبعاً حباً بيداً نصحاً أصطر بس خويت لساً وثاناً ما سمعت الحلبوسي يحكي عن المغيبين شنون صارت؟ هل سمعت رعاة الدهلكي سمعت محمد الكربولي يحكي كثير من الموضوع؟ رعاة الدهلكي على اعتبار هو هو رئيس لجنة معنية بهذا الموضوع بمصار ثلاث سنوات ما قال يعني ديرتك غيرتك 3600 ما سمعت تحكي عن ديرتك مخبر السري صارت مصطعب لا لا إحنا عينياً رئيس مجلس نواب غير يعني هو بهيئة رأسي رئيس مجلس النواب في الأمور يعني إدارية وترمية بالتالي موضوع الملفات هي كل جان وكل نائب إلى قضيته بالتالي أيضاً هو تحسب إلى أنه هو أصر على أنه تدرج ضمن الموازنة معه أنه كان أكو اعتراف كبير أنه الموضوع يلغى جملة وتفصيلة بالتالي هو عدل يعني أو كان سبب بتعديل فقط ضعفوا تدقيق الأمني ليش؟ لأنه تدقيق وأنا جايك نقطة مهمة دكتور تفضل يعني أنا كنت مصاحب للجيش في الحشد المقدس والحشد العشائر تحرير مناطقنا يعني فيديوهاتي كاملة كل منطقة حضرها ويطلعون العوائل كان عندنا تدقيق أمني من سبع أجهزة أمنية كل جهاز أمني إلى قائد البيانات مالتا وداتا بيس مالتا تختلف عن الآخر تسمعني؟ أي شخص عبر يمر على سبع حاسبات كل حاسبة مربوطة بالثانية يعني ضمن تالي الأجهزة الأمنية اللي علي مؤشر في أي وحدة من ذن الأجهزة الأمنية يتم اعتقاله فبالتالي وصل عدد المنقوفين عندنا إلى ثلاث آلاف أو أربعة آلاف معتقل أثناء عملات التحرير بالتالي أيضا تم إحالتهم للقضاء الثبتت عليه الإجرام مالته وانتماء العصابة الداعش المجرمة خلاص أحيل للقضاء وانحكم واللي ما ثبت عليه أفرج وقسم معتهم كثير جميل أنا لوقت داهمني بس موضوع التدقيق الأمني قصد لأرداء طبعا طبعا من الشارع العراقي عموما والله 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 لن نسمح لأي إرهابي منتم إلى داعش أو يحمل فكر داعش أو كان ينظرهم أو يتابع لهم أن يأخذ حق الضحايا لا يمكن أن نسمح أن يتساوي الجلات بالضحية نقطة ناصل سطح أحسنت مهم هاي مخرجنا بس أطيني دقيقة وحدة عدي سؤال لساء الطاهو أو أكو وقت لليش يأخذ دليمي يعني سامحونا بس يعتذرونا من برنامج الورانة مرتين كررت بالبرنامج عدي آسف راح أفوتوا ياك بالغميج قلت لي إحنا جينا بالحلبوسي أنا حسب علمي حادوسي جاء بصفقة من الكرابلة وأكون خافز على علي يا بورايكان هو أريد أن نحكيها يتقل لما قلتك هل الدقيقة يعني باوا يعني ما أجي بتصويق مجلس معه قبل أجي بقضية الرجل انتخابيه الآن هذا البرنامج برنامجك تمام طبعا مع جل احترام من البورايكان أنت اللي تدير الحوار بالتالي أنت صاحب البرنامج وإحنا ضيوفك أساسي اللي جابني إليك اللي عرفني عليك الأخة أم العلاقات هيا عرفتني إليك عرفتك علي وبالتالي أنا كنت مضيفك اليوم هسا الكرابلة أو غير الكرابلة هم قدموا شخصيات هواية أربع أو خمس شخصيات كرابلة جابوله لا لسيد حلموسي أرجعوا جابوله لا أرجعوا هستمو قلت لي أم العلاقات دعتني إلى برنامجك جابوله لا الكرابلة طبعاً وهو كان واحد من ستة أو سبعة عزيزي أنت كان واحد من ستة أو سبعة تقدموا لشغل منصب محافظة الأنبار مجلس المحافظة والله أنا لا أدري بي خلال 24 ساعة جر جال من البرلمان صوتتوا لسيد المحافظة لا 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 مدقيقها المعلومة أصلاً المفاوضات على اختيار محافظة الأنبار استمرت لأكثر من ثلاثة شهر جميل طي نهاية أنا ندري بيها بـ 24 ساعة جابوا الأخوة الكرابلة وقدمها والله أنا رأيي استاذ طه كلش حزيز بس سريعاً للوقت داماً وغالي ومحترم بس أنا المعلومة العدي وآحنا هم قاعدنا تبذكر قاعدنا بالزيتون من صارت شوف للمناسبة إذا أقوى واحد الطبخ صير بالزيتون يما قرأي طال سنة ونص يدري استاذ طه أنا لا مدق على المحافظة السابق محتراماتي إلى أن صارت الدعوة وطلع الحلبوسي كان على اللجنة المالية البرجس النواب صار الاقتراح أنه من أبو ناصر اللي هو صهيب كان يعني كله ويدري استاذ طه صهيب الراوي بعدين طلع الرجل بمحكمه وقرار محكمه المليار وثمانمئة وستة وثمانين وطلع الرجل أبو ناصر الله يحفظه يرعى أستاذ جمال قال أحنا هذا شاب وأستاذ محمد كانوا دعمي خلي نجيبه جمال الكربول جمال الكربول يش أحجيلك يا قعدنا بالزيتون ودنيا مغرب اللي ما صار التصويق قاله والريد الحلبوسي الاختيار كرابلة غير الكرابلة مثل ما تفضل السيد الناب استاذ طاع جابه رجل اشتغل لو ما اشتغل بنه لو ما بنه لا لا بس أعترف والله بس ثواني والله اعترف بنه مو الوقت الوقت داهمني بس أخوان أنا أتحفظ على هذا الموضوع اسمعوني أداء نتحفظ إحنا مجلس محافظة الأنظار صوته كل واحد من عندهم شخص محترم إلى قرارة بالتالي السيد الحلبوسي قدم أوراقة لشغل منصب محافظة الأنظار من أصل ستة أو سبعة جميل اتقدموا الموضوع واللي حضروا جلسة التصويت أربعة أو خمسة ثلاثا انسحبوا من جلسة التصويت بقوة جميل يعني العملية ما صارت بصفقة خلال 24 ساعة خلوها بالمناسبة ما خلت تكمل وقت وضحني لا ما خلت تكمل بالمناسبة رحد الصور أنا ضد الحلبوسي الحلبوسي الرجل ولما استلم المحافظ هذا السر أول مرة الشيعة أصر عن اللقاء وياي وهاي قدامك أقول لي قل لي أنت راعي الأول يا شيخ إبراهيم أنا أجيت كمحافظ وراعي الأول للرماد ولوما أنت فلان ما يشلع فلان لوما أنت والإعلام وكشفك للحقاق هذا الحلبوسي ده أقولها واللي جابني عليه اللي كان صديق اللح والس ومنتصر جميل بعدين الحاشية اللي قريبة على سيد الحلبوسي خرموا علاقتك ويا وبرنامج خرموا علاقتك بس لا يترون إن شاء الله ترجع علاقتك من خلال البرنامج لا ترجع لا ترجع لا رد منصب ولا رد حقوق علاقة بين ديرتك بنولايتك بنولايتك ميزي حبيبي وولايتي عراقي أصيل اشتغل المحافظات العراق كلها حتى البصرة ما يحل اشتغلها إذن أبقى احترمه وقدره غصبا على القرعان طبعا هو اشتغل البصرة بسور الحديد واسعد العيدان ونفعلي دعوا قضائي يقول الحلبوسي ما يشتغل البصرة لا لا الطاهم هسا بالمعلومات الجديدة دفيدك الطاهم خمسة وخمسين مليار الطاهم ببساطة من السيد الحلبوسي الوزير الصناع الملها للخباز الطاهية كدين يكمل بعمل بين الحديد والصلب وشين تجي المعملية المحافظة البصرة هاي هم جهود يحتبر للحلبوس وللوزير الصناع يعني مو شركة الحلبوسي لا 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 هاي معلومة واني مسؤول عنه يعني مو شركة الحلبوسي رح تشتغل البصرة عمي ما عدى شركات الرجال ترى غيره رجال قال قال أنا مقاول سور الحديد يابا هذول ترى الناس اللي يضدوا أنا منعدهم زين تسعوا علي دعايات الرجال عنده شركة وحدة وكان كان إلي حصة بيها كبيرة من استلم المنصب عافها لبن عم الصدام الصدام تمام عمي اسمها سور الحديد اسمها سور الحديد اسمها سور الحديد الشركة اسمها سور الحديد ما ليدخلها يا اسماء هاي قضايا خاصة غير الناس تشتغل على باب الله شنو يعوف على الخلق للخالق الشيخ رائد من دليم البعض الجري سياسي شكرا جزيلا لجرامك وشكر موصول لسيد طه عبدالغني عضو مجلس نتمنى فعلا أكو تدقيق أمني وفعلا عوائل المفقودين سواء سنة أو شيعة أو حتى كرد إذا كانوا فعلا مفقودين ومغيبين بعمليات اللي صارت سواء من داعش أو بعمليات تغييم إن شاء الله يأخذون حقوقهم ونتمنى من القضاء العراقي ينظر بهذه القضية المهمة جدا نلتقيهم غد إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة